السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة التعليمية اليوم ان شاء الله سنتعرف على درس جديد في برنامج البويربوينت وهو تصميم انفوغرافيك احترافي على هيئة كتاب متحرك في البويربوينت هذا التصميم يتيح لي امكانية عمل عروض مشوقة للمتعلمين سواء كانت دروس او البوم صور او غير ذلك فالطريقة فهي بسيطة جدا ان شاء الله سوف نتعرف عليها الان اذا عندنا هذا النموذج كما تلاحظون فان الشرائح يعني تتغير كأنها صفحات كتاب فهي طريقة جميلة لعرض الدروس خصوصا على المتعلمين الصغار فكأنه كتاب كما تلاحظون اذا اول شيء نقوم به هو اننا نقوم بتحميل نماذج او صور لكتب كما تلاحظون عبارة عن صور يكفي ان نكتب في محرك البحث كتب او ليفغ او بوك فنجد مجموعة من الصور يمكننا الاشتغال عليها اختار الصورة التي اعجبتني ونشتغل عليها ان شاء الله والان سوف نمر الى الطريقة اذا بعد فتح برنامج بوير بوينت نقوم بتنزيل صورة الكتاب التي اردنا الاشتغال عليها كما تلاحظون مجموعة من النماذج سوف اختار مثلا هذا النموذج ثم نقوم بتكبيرها هكذا بالسهب للأعلى والأسفل ثم كما تلاحظون نأتي الى هنا ونضغط على ctrl d لعادة نسخها كما تلاحظون العدد الذي نريد ثم نأتي الى هنا الى الشريحة الاولى ونضيف لها مثلا بعض الصور او بعض الكتابات سوف اضيف لها صورة سوف اختار مثلا صورتين ثم سوف اقوم بتصغير هاتين الصورتين كما تلاحظون لكي نضع هنا على الورقة في الكتاب التاني مثلا سوف اقوم باضافة مثلا بعض النصوص النصوص نعم وايضا يمكن اضافة النصوص كما تلاحظون و اشياء اخرى ثم نأتي الى الخطوة التانية نأتي الى هنا transition ونقوم بالضغط على هذا المتلت لنختار غولما كما تلاحظون ثم نختار هنا يعني تدوير او قلب الصفحة من اليسار الى اليمين او من اليمين الى اليسار حسب اللغة التي قمنا بالكتابة بها على الكتاب كما تلاحظون نفس الشريحة التانية غولما من اليسار الى اليمين ثم في الشريحة الموالية ايضا غولما من اليسار الى اليمين الآن سوف نقوم بالضغط على دياب بوراما لكي نرى هذا العمل كما تلاحظون فهو الكتاب كما تلاحظون على هذا الشكل فالكتاب على هذا الشكل وبالتوفيق لكم ان شاء الله وشكرا على مشاهدتكم قبل اتشعار الى الامر اشتركوا في القناة تشغير عشق واعطيتكم اشتركوا في القناة